نعم أبدأ من تول كرم حيث في هذه اللحظات جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من مخيم تول كرم عقب اقتحام وحدات خاصة إسرائيلية لحارة البلاونة داخل مخيم تول كرم تم اكتشاف الوحدة الخاصة لاحقا تم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى كتيبة الرد السريع قالت بأنها تمكنت من إيقاع القوة الخاصة في كمين محكم وتم تفجير عدد من العبوات واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص مقاطع الفيديو صلاح تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أنه على الأقل هناك إصابة واحدة على الأقل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة مسرعة لجيش الاحتلال اتجهت إلى حاجز سانعوز 104 غربة الكرم وكان في انتظار هذه الألية العسكرية عدد من مركبات الإسعاف وعقب الانسحاب قبل قليل شاهدت مقاطع فيديو وصور تؤكد بشكل قاطع بأن هناك عدد من الإصابات لربما في صفوف جيش الاحتلال بعض المعدات الطبية والدماء في أزقة مخيم تول كرم تظهر بشكل واضح أن تمت حدث بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي تقول أن حدث صعب داخل مخيم تول كرم في أعقاب الاشتباكات طبعا عملية المداهمات ركزت في حارة البلاونة وكان هناك انتشار عسكري كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من محور في منطقة المربعة وكذلك منطقة المدارس أي بمعنى فرد طوق عسكري وكذلك أيضا وضع قناصة في أكثر من محور لاحقا انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي دون الحديث عن إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين أو الحديث عن اعتقالات في صفوف كذلك أيضا الشبان أيضا في وقت سابق ومبكر كانت هناك مداهمة كبيرة لقوة عسكرية إسرائيلية مخيم بلاط تخلى لها انفجارات متتالية انتهت باعتقال شاب فلسطيني ومداهمة عشرات المنازل هناك تدمير في محتويات هذه المنازل بالإضافة إلى أنه خلال ساعات الليل أكثر من ألفين مستوطن على متن أربعين حافلة اقتحموا المنطقة الشرقية بمدينة نابلس وتحديدا لقبر يوسف على أربع مجموعات متتالية كانت اشتباكات تعنيفة شهدت هذه الليلة وانفجارات واستهداف للجرافة العسكرية والأليات العسكرية نتحدث عن قرابة 190 إصابة وفق الهلال الأحمر الفلسطيني من بينها 180 إصابة بالاختناق ونحو 5 إصابات بالرصاص الحي لكن جميع هذه الإصابات مستقرة طبيا ويتم التعامل معها داخل مستشفيات مدينة نابلس شمال الضفة الغربية قلد بدير مراسل الغد كنت معنا من طول كرم شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر